عبدالله بن أبوظبي يسأل عن قاعدة الشريعة باحتمال أخف الضررين دفعا لأعلاهما يقول هل هذا يعتبر من الحسنات عبدالله بارك الله فيك بالنسبة للمفاسد إذا تزاحمت أمام الإنسان يجب عليه أن يدفعها جميعا وهذه الخطوة الأولى التي يجب على الإنسان إذا تزاحمت بين يديه مفسدتان يجب عليه أن يدفعهما وأن لا يرتكب ولا واحد منهما أما إذا كان لابد من ارتكاب أحدهما بحيث أنه إما أن يفعل هذه وأن يفعل هذه فقاعدة الشريعة العظيمة التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أنه يرتكب أخف المفسدتين تفويتا لأعلاهما تفويتا لأعلاهما والحسنة يعني الآن تقول هل يؤجر على هذا نعم يؤجر على الاتباع وليس على فعل السيئة هذه أو فعل الضرر الضرر هذا لا يؤجر عليه الإنسان بذاته لا يقال لأنه والله لما حصل وفعل هذا الضرر أو هذه السيئة أو هذا المنهي عنه أجر على الله وإنما أجر لأنه استعمل الطريق الشرعي في التعامل مع المفاسد بحيث دفع المفسد العظمى يعني ابقاء لمثلا ضروري من ضروريات الحياة وارتكب المفسد الصغرى ودفع العلي مثال يذكره الفقه في كتب الفقه يقول لو أن رجلا غص غص يا عبد الله تعرفون الغصة أكل لقمة وقفت هنا ولم يجد ماء ما وجد إلا كوبة خمر أو كأس خمر هذا مثال يذكرونه طبعا يقولون هنا الآن هذه مفسدة شرب الخمر مفسدة وبقاء اللقمة هنا مفسدة أيضا لأنه سيموت فحصل عندنا مفسدة ثان أيهما أكبر فوات النفس أن يموت الإنسان فأصبحت هذه المفسدة لأصرا هي كبيرة عندنا وفيها حد من الحدود وهي خطيرة أمام هذه المفسدة صغيرة يعني هي هي الآن أمام هذه المفسدة أصبحت مفسدة صغرى فقالوا يجوز له أن يتناول الخمر لدفع الغصة إبقاء لنفسه المعصومة وإبقاء لمهجته هكذا العلم يضربون أمثلة طبعا مثلا امرأة تريد أن تجري عملية جراحية وما في طبيب ولو تركت العملية تموت أو تصل إلى حافة الهلاك أو ممكن تكون عندها مضاعفات شديدة وخطيرة طيب ما العمل الآن ما في طبيبة ما في إلا الطبيب قالوا هذه يجوز لها أن تتداوع عند الطبيب وطبعا يدرجونها ضمن الضرورات تبيح المحظورات وهي في الواقع هي مسألة دفع المفسدة الكبرى اللي هي المرض أو الموت أو الهلاك أو التلف بارتكاب هذه المفسدة وهي أن يكشف عليها رجل هي تبقى مفسدة لكن يؤجر الإنسان على اتباع الشريعة في مثل هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر